اشتعلت جبهة الشمال وامتدت نيرانها إلى خارج المناطق التي عادة ما تشهد أحداثاً كهذه فالمعارك الدائرة بين الجيش والمسلحين وصلت إلى بحنين الميني وبحنين هي بلدة تبعد نحو 12 كيلومتراً عن مدينة طرابرس شمالاً فقد شهدت البلدة ومحيطها منذ ساعات الصباح اشتباكات متقطعة حيث طارد الجيش اللبناني المسلحين الذين ينتمون إلى مجموعة الشيخ خالد حبلس باستخدام الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وأوقع قتلى وجرحى في صفوفهم وفي ساعات ما بعد الظهر استهدف مسلحون آليتين عسكريتين تابعتين للجيش على الطريق الدولية التي تربط بحنين ببلدة المحمرة فأوقعوا أربعة شهداء هم الشهيد النقيب جهاد الهبر الشهيد الملازم نديم سمعان الشهيد إبراهيم سلهب والشهيد نديم السمان وعلى الأثر اشتدت الاشتباكات واستقدم الجيش تعزيزات عسكرية من مراكز تجمعاته في الميني وعكار حيث عمد إلى قطع طريق العبد طرابلوس عند مفترق بلدة المحمرة وبدأ حملة تعقب للمسلحين الذين فروا باتجاهات عدة بعدما اشتبكوا مرارا مع الجيش عند مجرى النهر البارد ليتمكن الجيش بعدها من استعادة السيطرة على جسر بحنين الذي اتخذ منه المسلحون موقعا للاعتداء على الجيش ومتابعة ملاحقة المسلحين الذين فر بعضهم باتجاه المدخل الشمالي لبلدة الميني وتمركز في محيط مسجد هارون وفي مدرسة السلام وجامعة الشرق القريبتين من المسجد والتين سيطر الجيش عليهما فجر الأحد وأفيد أنه عثر في محيطهما على سيارتين بداخلهما كميات من المتفجرات والقذائف الصاروخية المفخخة قامت وحدات من الجيش بتفكيكها وإزالتها وقد ساهمت طوافات عسكرية وزوارق حربية تابعة للجيش في محاصرة المسلحين في هذه المنطقة في وقت طلب الجيش من سكان بحنين إخلاءها حفاظا على سلامتهم موسيقى